كلب الكنغال المعروف أيضا بالكنغال ماستيف يعتبر واحدا من أقوى الكلاب في العالم فهو يتميز بجسمه الضخم وقوته الهائلة إنه كلب قوي وشجاع يتمتع بعضلات قوية وقدرة كبيرة على التحمل يستخدم كلب الكنغال في العديد من المهام مثل الحراسة والصيد والعمل العسكري أما النمر فهو واحد من أجمل الحيوانات المفترسة في العالم يتميز بجسمه الممشوق وجمال فروه المخطط الفريد إنه حيوان سريع وقوي يعتبر النمر من أسرع الحيوانات البرية حيث يمكنه الرقد بسرعة تصل إلى 60 كم في الساعة يعتبر النمر صيادا ماهرا حيث يستخدم قوته ومهاراته القتالية في الصيد والاقتراب بشكل مباغت من فريسته على الرغم من تميز كل من كلب الكنغال والنمر فإنهما يختلفان في العديد من الجوانب يمتلك كلب الكنغال قوة هائلة وقدرة على القتال في حين يتميز النمر بسرعته العالية ومرونته الاستثنائية يعتبر كلب الكنغال أكثر قوة لكن النمر يمتلك مهارات قتالية متميزة وقدرة على التحكم في المواقف في حالة حدوث تصادم بين كلب الكنغال والنمر فإن النتيجة قد تكون متغيرة وتعتمد على العوامل المحيطة والتكتيكات المستخدمة يستخدم كلب الكنغال قوته وشجاعته في المعركة بينما يعتمد النمر على سرعته ومهاراته القتالية يمكن أن يكون لكلب الكنغال فرصة للفوز بسبب قوته وقدرته على تحمل الضربات ولكن النمر يستخدم سرعته ومرونته لتجنب ضربات كلب الكنغال والهجوم في الوقت المناسب على الرغم من أن النمر يعتبر حيوانا خطيرا وماهرا في الصيد إلا أن هناك بعض الاستراتيجيات التي يمكن لكلب الكنغال استخدامها للفوز عليه يعتمد كلب الكنغال على قوته البدنية وسرعته المذهلة لمهاجمة النمر بشكل مفاجئ ومباغت يقوم بتجنب مخالب النمر عن طريق القفز والتحرك بسرعة كبيرة بالإضافة إلى ذلك يستخدم كلب الكنغال مهاراته القتالية المتقدمة وشجاعته في مواجهة النمر يمكنه استغلال حجمه الكبير وقوته لكسر قبضة النمر وتقليص قدرته على الهجوم يستخدم كلب الكنغال استراتيجية متطورة للتحكم في النمر والحفاظ على مسافة آمنة بينهما مما يعطيه الفرصة للهجوم في الوقت المناسب فيما يتعلق بتحديد أيهما أقوى إنها مسألة صعبة النمر يتمتع بقوة هائلة ومرونة استثنائية بينما يتميز كلب الكنغال بقوته الهائلة وشجاعته يعتمد الفوز على العديد من العوامل بما في ذلك الحجم واللياقة البدنية والتكتيكات المستخدمة من النادر رؤية كلب الكنغال ينتصر على النمر في مواجهة حقيقية ولكن في ظروف معينة وباستخدام الاستراتيجيات المناسبة فإنه قد يكون قادرا على الفوز في هذا الفيديو الرائع نشاهد مجموعة من الكلاب الشجاعة وهي تقوم بتحطيم كل الحواجز ومواجهة التحدي بكل شجاعة وقوة بينما يظهر النمر الملك السابق للغابة في موقف ضعف يحاول بكل قوته الدفاع عن نفسه ضد هجوم مفاجئ من هذه الكلاب الشجاعة تبدو الكلاب وهي تقترب بثقة مطلقة وتتحدى النمر بشجاعة لا تضاها يشعر النمر بالضغط والقلق حيث يحاول جاهدا الدفاع عن نفسه ولكن يظهر واضحا أنه في موقف صعب ولا يحسد عليه أمام هذه الهجمة القوية والشرسة من الكلاب في هذا الفيديو المثير نشاهد مجموعة من الكلاب الشجاعة وهي تقوم بهجوم مباغة على الجاكوار في أحد المناطق الجبلية يبدو الجاكوار الذي كان يتصرف بثبات وقوة في مملكته الطبيعية في موقف ضعف حين يجد نفسه محاطا بكل هذه الكلاب الشرسة تظهر الكلاب بقوة وهي تتقدم بشكل متناغم ومنسق مما يخلق جوا مليئا بالتوتر والحماس ومع أن الجاكوار يبذل ما في وسعه للدفاع عن نفسه إلا أنه يظهر بوضوح أنه في موقف صعب ولا يمكنه مواجهة هذا العدد الهائل من الكلاب الشجاعة تتبادل الكلاب والجاكوار لكمات وضربات بشراسة وفي كل مرة يبدو أن الجاكوار يحاول الدفاع بشجاعة إلا أن الكلاب لا تكتفي وتواصل هجومها بقوة وشراسة دون خوف أو تردد في النهاية وبعد معركة طويلة ومثيرة يقرر الجاكوار التراجع والهروب أمام هذا الهجوم العنيف من الكلاب الشرسة في هذا الفيديو المدهش يشهد السائحون لحظة من التوتر الشديد عندما يقوم النمر بالهجوم المفاجئ على كلب نائم يبدو النمر وهو يقترب بشكل متوحش ومع ذلك يتمكن الكلب الشجاع من التصدي للنمر بشجاعة وقوة حيث يقف بثبات ويبدأ في نباحه بشكل عالي ومتواصل يظهر الكلب بثقة مطلقة يتراجع النمر ببطء أمام هذه ردة الفعل الشجاعة والقوية وبفضل شجاعة الكلب وتصميمه لم يحدث أي اشتباك بينهم في هذا الفيديو يظهر النمر وهو يتسلل بهدوء إلى إحدى مناطق العمل حيث يجد كلبا نائما دون تردد يقترب النمر بسرعة ويهاجم الكلب بوحشية مما يثير حالة من الذعر والفزع يظهر النمر بسرعة وقوة هائلة مما يجعل الكلب عاجزا عن الدفاع عن نفسه بعد أن يفترس النمر الكلب يجري به بعيدا عن المكان وما كان هذا الرجل النائم أن يدرك ما حدث حيث بقي نائما بسلام دون أن يشعر بالخطر الذي كان يهدده حظه السعيد كان في أن النمر اكتفى بالهجوم على الكلب ولم ينتبه له مما سمح له بالبقاء بسلام وعدم تعرضه لأي أذى في هذا الفيديو المذهل نشهد لحظة مروعة عندما يهاجم نمر قوي كلبا بشراسة وعنف يظهر النمر بقوته الهائلة وينقض بسرعة على الكلب الضعيف الذي يبدو عاجزا تماما عن الدفاع عن نفسه تبدو اللحظات مليئة بالفزع والذعر حيث يظهر الكلب وهو يحاول بشجاعة بسيطة الدفاع عن نفسه لكن دون جدوى أمام هجوم النمر العنيف يمسك النمر الكلب بقوة هائلة ويتلاعب به بشراسة مما يظهر الفارق الكبير بين القوة الهائلة للنمر والضعف التام للكلب في هذا الفيديو قامت إحدى كاميرات المراقبة في الليل بتسجيل هجوم مروع للنمر على كلب في الفناء الخلفي للمنزل يظهر الفيديو النمر وهو ينقض بسرعة فائقة على الكلب الذي كان يعتقد بأنه في مكان آمن بقوة هائلة وشراسة يقفز النمر على الكلب ويفترسه بسرعة مما يجعل الكلب عاجزا عن الدفاع أو الهروب وفي مشهد مروع يظهر النمر وهو يسحب الكلب بعيدا ويقفز به من فوق الحائط وكأنها لحظات مأساوية من فيلم رعب حقيقي اشتركوا في القناة